اهلا بحضراتكم من جديد نتكلم عن منتخب مصر في البداية وطبعا دايما يعني بنبقى متحمسين قوي مع منتخب بلادنا امر طبيعي يعني كاننا المركز الرابع اكتفينا بي كانوا لقوا الحظ معنا شوية بخلاف طبعا الجوانب الفنية اللي فيها اخطاء وده احنا امر المتوفقين عليه يعني لكن مع ذلك في ظل وجود هذه الاخطاء كان مفيش توفيق بشكل كبير جدا وملحوظ لعناصر المنتخب سواء في مباراة تونس او في مباراة النهاردة امام المنتخب القطري اللي في الحقيقة انت كنت افضل بكتير قوي 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 على مدار 120 ديئة كلها الوقت الاصلي بالاضافة انت احسن واقرب وفرص كتير ضاعت وما فيش توفيق يعني فبالتالي خلينا نحط كل حاجة في حجمها كل حاجة في حجمها اولا احنا داخلين بطولة بهدف ايه بهدف التجربة الرجل داخل بهدف ايه بهدف التجربة واخد عناصر جديدة الاول مراكم موجودة صح او لا واخد عناصر جديدة احنا نفسنا كان عندنا تطلعات للبطولة اصلا لا واغلبيتنا كانوا شايفين ان البطولة مالهاش اي ضرورة يعني احنا خلي الدور يمشي ومنتخب يبقى يستعدل افريقيا وبتاع لكن في الحقيقة البطولة مفيدة جدا وبتدت او ابتدت تحمصنا مع البطولة يزداد من مباراة تلوة الاخرى بعد ما خلاص بقى انت ايه دخلت كده وحسيت ان البطولة جامدة وفي مستويات فنية عالية وبتاع فانت غازبين عنك بقى انت مصري وبتحب المنتخب مصري طبعا فبقى نفسك قوي ان المنتخب يكسب اللقب خصوصا ان انت كان عندك المقاومات يعني خصوصا ان انت تقدر تكسب اللقب ما كانش في صعوبة في الامر ده يعني اصعب منتخب انت قابلت هو الجزائر رغم من كل مباراة لها ظروفها لكن جزائر انت تفوقت عليه في الملعب اقعدلت ايجابي واحد واحد لكن تفوقت كمان باللعب النظيف وكنت انت يعني قريب في هذه المباراة مش بعيد خالص وكنت مستحوز على مجردات المباراة في الشوت التاني بالكامل تقريبا يعني ومعظم فترات الشوت الاول ففي كل الاحوال خلينا نتكلم في اطار هذه التجربة والمكاسب من بطولة كأس العرب بالنسبة لمنتخبنا الوطني في الحقيقة فيه مكاسب كتير جدا المكاسب تتمثب في بعض العناصر اللي انت خلاص تطمنت عليها مبدئيا زي يمين مثلا زي فتوح ما شاء الله لقوة تقلة بالله عليه من افضل اللعيبة في المركز ده دلوقتي وتقداش تتكلم فيها لعيب ممتاز لعيب بيتطور بشكل ملحوظ لعيب كورته حلوة قوي 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 بيقدر يقوم بالواجبات الدفعية والهجومية انا في الحقيقة واحد من الناس اللي معجب جدا جدا باحمد فتوح زي ايصر نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني اللي قدى مباراة مش النهاردة بس لا البطولة كلها قدها بشكل متميز للغاية يعني فاطمنت على فتوح واطمنت على المكان ده بالنسبة لمنتخب مصر في التحديات الاهم المجبلة سواء افريقيا او تصفيات كاس العالم يعني اكتسبت عنصر جيد جيد ويقدر يكون افضل كمان من كده هو احمد رفعت لعيب بانت جدا مدى ايجابيته ومدى تفوقه لما بيلعب بيقدر يرجح كفتك بشكل كبير اوي للأسف المدير الفني ما استغلوش في الاوقات اللي احنا كنا محتاجين فيها احمد رفعت بشكل كبير اوي اوي زي مباراة مثلا تونس بل اجقلوش خالص كان ربما حيلجأ له الاوقات الاضافية لا كانش في حظ ان احنا نوصل الاوقات الاضافية ودايما انا ما يحبش ان احنا نلعب على تعادل لا لعب على انك تكسب اه بتحط لنفسك سيناريوهات لكن في نفس الوقت حاول تحسن بدري بدري للأسف الشريء فاحمد رفعت من مكاسب البطول عدد من اللعيبة الممازلة عشان منساش حد قدرنا ان احنا نكسبهم ده برضو حيدي اريحية يعني معقولة لكيروش في اختياراته لقائمة المنتخب في كاس الأوران الأفريقية لا انت في نفس الوقت لما يبقى عندك قاعدة كبيرة جدا من اللعبين فهيبقى عندك حيرة كبيرة اوي وربما تلاقي مفاجآت كتير جدا في قائمة المنتخب اللي بتتكون من 28 لعب 23 حيكونوا متاحين بالنسبة لك وخمسة تانين حيكونوا احتراطيين في حالة لقدر لقى اي ظرف بخصوص كورونا فبالتالي يحبقى في حيرة كبيرة وممكن يكون فيه مفاجآت وممكن يكون فيه امور كتير اوي فبالتالي الايجابيات اكتر من السلبيات في بطول الكأس العرب بالنسبة لمنتخبنا الوطني الاهم ان انت تبني على هذه الايجابيات للتجربة مرة اخرى لا طبعا خلاص انت عملت كل تجربك كل اللي حبيت تجربه كمدير فني ككيروش وكجهاز فني انت عملته جربت كتير جدا لما قلت يا بس وحتى في الاوقات الحاسمة نصف النهائي كنت بتجرب قطى طلعاتنا زادت ان احنا ناخد اللقب وحقنا لكن في نفس الوقت انت جربت كتير واكتفيت بقى بالتجربة هل في وقت للتجربة ما فيش وقت خالص بقى خالص انت التجمع الجاية على طول كاس الأفريقية كمان اسبعين ثلاثة لو قمت في معادة يوم تسعة يناير تمام فمهم اقول ان انت تكون خلاص عرفت القوان بتاعك ايه طبعا تسعين في المائة من قوان منتخب مش هيكون من الناس اللي يعبوا في بطولة كاس العرب لان عندك محترفين وعندك مثلا لعبيت بيراملز ما كانوا موجودين بالاضافة لعبيت الاهلي هم العناصر الاساسية ولعبيت طبعا النادي الزمالك العناصر الاساسية اللي كانت موجودة في كاس العرب فالأصوات اللي بتطالب بتغيير الجهاز الفني دي أصوات غير مدركة لما تقول بشكل صريح اه مختلفين مع كيروش في بعض الجوانب الفنية في بعض التغييرات في تأخروه بشكل كبير جدا في التغييرات في قناعاته الغريبة شوية لحد ما والبطولة دي برضو زي ما أثبتت ان عندنا مكاسب جيدة أثبتت ان فيه لعيبة لا تصلح للتواجد داخل منتخب مصر اللي عيبة اللي بتلعب بالشوكة وسكينة اه ممكن يكون مهارين عالين قوي وجامدين قوي في الدول المصري لكن مواطشات دولية لا صعب مش هتلاقيهم زي ما ما لقناهمش كده لما احتاجنا لهم واخدين بالكم فبالتالي كيروش مدير فني كبير مدير فني جيد عنده أخطاء محتاج هنا دنيا تستنفر سنة محتاج ان يسمع لمساعدين شوية ويقتنع بقراءهم او يحاول يقتنع بقراءهم لان هم متابعين اكتر للدوري من قبل ما ييجي وعارفين اميكانيات اللعب المصري وبتكلم عن المساعدين المصريين تحديدا وبناء على كده يبتدي يبني بقى خطته للمستقبل سواء بطولة الامم الافريقية او كأس العالم بإذن الله التصفات المؤهلة لكأس العالم ففي كل الاحوال هارد لك لمنتخبنا الوطني الجمهور المصري ان شاء الله القادم افضل وبإذن الله بإذن الله عندنا ساقة كبيرة جدا في تحقيق اهداف مختلفة بالنسبة لمنتخبنا الوطني ده فيما يتعلق بمشاركة منتخب مصر في كأس العرب وان شاء الله فرص جيدة لاحقا